النهاردة شرفت السنغال القارة الأفريقية وقدمت أداء محترم جداً أمام المنتخب الإكوادوري اللي حتى هذه المباراة كان واحد من أهم مفاجآت المونديال على مستوى الأداء النهاردة السنغال أطاحت بالإكوادور أطاحت بنتيجة جيدة جداً 2-1 كانت متقدمة بهدف وتعادلت الإكوادور ولحقت بسرعة السنغال نفسها وسجلت الهدف الثاني عن طريق كوليبالي مدافع تشيلسي الإنجليزي أداء جيد جداً من السنغال على مدار البطولة استحقت التأهل إلى الدور القادم دور 16 لأول مرة من 20 سنة تعود السنغال لدور 16 في كأس العالم السنغال مرة أخرى في دور 16 بعد 2002 2002 الحدث التاريخي وقت أنفازت على فرنسا بطل المونديال وقتها في 98 سنغال عملت أداء محترم وأداء كبيرة